استعرض رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على إصدارها الثاني من التقرير الإسبوعي مقتطفات تنموية والصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وأبرز التقرير ما تضمنه تقريره أفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي والذي أوضح أنه من المتوقعين يرتفع معدل النمو العالمي من 2.9% في العام 2019 إلى 3.3% في عام 2020 على أن يشهد زيادة طفيفة في العام 2021 ليسجل 3.4%